بسم الله الرحمن الرحيم نبقى في شرح مقرر قضايا معاصرة في التربية الخاصة وأنا مع الوحدة الرابعة مشكلات وقضايا الوقاية من الإعاقة وأنا انتقل إلى الدرس الرابع التدخل المبكر 2 لو تحدثنا الآن عن أشكال التدخل المبكر لدي عدد من هذه الأشكال أولها التدخل المبكر في المركز وهذا النموذج وفقا له تقدم خدمات التدخل المبكر في المركز أو المدرسة وتتراوح أعمار الأطفال المستفيدين عادة من الخدمات من سنتين إلى ست سنوات وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ برامج التدخل المبكر في مراكز متخصصة بخدمة الأطفال ذو الإعاقة إذ قد تنفذ هذه البرامج في الحضانات ورياضة الأطفال العادية تحقيقا لمبدأ الدمج هذا النموذج له حسنات حقيقة ألا وهو قيام فريق متعدد التخصصات بتقديد وتنفيذ الخدمات وإتاحة الفرص للطفل للتفاعل مع الأطفال الآخرين ومن سيئاته مشكلات توفير مواصلات صعوبات مرتبطة بها وأيضا الكلفة المادية العالية اثنيا التدخل المبكر في المنزل في هذا النموذج عادة تقوم مدربة أو معلمة أسرية تكون مدربة جيدا بزيارة المنزل من مرة إلى ثلاث مرات أسبوعيا وخلافا التدخل المبكر في المركز والذي يستخدم عادة في المراكز الكبيرة خلينا نقول أنه يكون في المدن الكبيرة ممكن يكون فيها مراكز نستخدم فيها تدخل المبكر في المركز لكن هذا في المنزل يستخدم عادة في الأماكن الريثية والناية ممكن ما يكون فيها مركز فنضطر أن نبعث فريق للتأهيل يؤهل الأسر فيكون تدخل المبكر في المنزل يعني لا يوجد في هذه الأماكن ربما إلا أعداد قليلا أطفال فلا يحتاج إلى مركز ولكن نقوم بالتدخل المبكر في المنزل لو انتقلنا إلى النموذج الثالث ألا هو التدخل المبكر في كل من المركز والمنزل هنا طبعا يلتحق الأطفال في المراكز لأيام محدودة ويقوم الاختصاص بزيارة منزلية لهم ولولياء أمورهم مرة أو مرتين في الأسبوع حسب طبيعة حالة الطفل وحاجات الأسرة لو انتقلنا إلى النموذج الرابع التدخل المبكر من خلال تقديم الاستشارات هنا يقوم أولياء الأمور بزيارة دورية إلى المركز حيث يتم تقييم ممتابعة أداء الأطفال وتدريب أولياء أمورهم ومناقشة القضايا المهمة معهم لو درسنا التدخل المبكر في المستشفيات نقول أن هذا النموذج يكون ملائما للتعامل مع مرضى الشلل الدماغي مثلا الإصابات الدماغية وهكذا أيضا لدي أخيرا تدخل المبكر من خلال وسائل الإعلام هنا نستخدم هذا الشكل باستخدام مثلا التلفاز المواد المطبوعة الأفلام أو الأشريط إلى آخره لتدريب أولياء الأمور والإيصال المعلومات المفيدة لهم لو انتقلنا لنتحدث عن العوامل التي تلعب دورا هاما في مدى فاعلية التدخل المبكر هناك لدي العديد من هذه العوامل نذكرها الآن أولها نزعة أولياء الأمور للانتظار أو توقع حلول أو علاجات سحرية لمشكلة أبنائهم أيضا عدم رغبة أولياء الأمور في الاقتناع بأن طفلهم ذوي إعاقة أيضا تعامل الأطباء مع إعاقة من منظور طبي فقط مما يدفعهم إلى تبني مواقف متشائمة حيال إمكانية تحسن الطفل أيضا لجوء الأشخاص المحيطين بالأسرة إلى تبريرات وافتراضات وهمية لطمانة الأسرة وعدم توفر مراكز التدخل المبكر المتخصصة وتردد المراكز القائمة في خدمة الأطفال الذين تقل أعمارهم خمس سنوات نعم لا شك هذه موجودة أن المراكز تتردد في استقبال هؤلاء الأطفال أيضا عدم توفر أدوات الكشف المبكر عن الإعاقة وعدم توفر الكوادر المتخصصة القادرة على تطوير المناهج والأساليب المنائمة للأطفال ذوي الإعاقة الصغار في السن هناك عدد من الحالات من الإعاقة التي ممكن أن تكون أكثر استفادة من برامج التدخل المبكر أولها الأطفال الأكثر عرضة للإصابة من الناحية طبعا الفطرية مثل أطفال المصابين تلازمت داون مثلا من الناحية البيئية من الناحية الطبية والبيولوجية أيضا لدي الأطفال المتأخرون نمائيا ولدي الأطفال المصابون حركيا وأيضا لدينا الأطفال الذين يعانون من الضرابات في التواصل ولدينا الأطفال الذين يعانون من مشكلات سلوكية والأطفال شديدوا الاضطراب الانفعالي مثل حالات فصامة طفولة مثلا وأيضا لدينا الأطفال المصابون بالجوانب الحسية وهي البصرية والسمعية معا